يسعد لأوقاتكم يا عربوا أخيرا فيديو تورنطو صار جاهز للناس المهتمين أن تروح سياحة لتورنطو ممكن هذا الفيديو يفيدكم شوي أول شي توجهنا على تورنطو إيدن سنتر يعتبر أضخم وأكبر مول بتورنطو أو بكندا كامل بيجيت للطوابق فيه جميع البرندات مطاعم شو ما بتكون بتلاقوا بقلبو والباركينج معنو فري 24 دولار عن اليوم بالكامل نصيحة صغيرة للناس اللي حبيت يجي تورنطو لازم تلبسوا شي مريحة لكم وبرجلكون حتى تتحنوا بالمشوار لأنه تورنطو عبارة عن ماشي 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 ما بتقدروا كل دقيقة تغيروا الباركينج لأنه ما عندهم باركينج فري مشينا بشارعينج ستيا اللي هو من أهم شوارع تورنطو وتوجهنا على مطعم اسمه ليلك لابينيز كوزين بس للأسف ما أكلنا عندهم شي ما نصبنا المكان بكمية المشروب اللي فيه فطلعنا منه وتوجهنا على مادو ريستورانت كان قريب منه بس كمان للأسف طلع بس بقدم هذا الفرع وجباط فطور فقط فاضطرنا انه نرجع نروح على داويل سنتر سنتر كتير كبير فيه مطعم فيه أهوة فيه محلات فيه أعداد بتجني بنصحكم انكم تروح عليه الباركينج تابعوا ب 15 دولار باليوم بالكامل وفيه طبعا مطعم من ضمن مطعم استيكانة ريستورانت مطعم لبناني طلبنا من عندهم هدا الأكل اللي عم تشوفو بس للأسف المشاوي أبدا ما طيبي لأنه هي ما بيشوى فرش بيشوى من قبل بالمطعم الأساسي طبعا اللي بمساساقة وبجيبوها لهون لأنه المكان ما بيسمح بالشاوي فبعطيه 7 من 10 إذا حابين تجربو بعدين توجهنا على الدونتاون تبع تورنتو ومشينا طبعا كان الجو بجنين الحرارة دافي والمطر نازل فالجو رائح كان توجهنا على الـ Sea-n-Tower طبعاً لازم تشتروا البطاقات من برّة ما فينكم تفوتوا على الـ Sea-n-Tower بتشتروا لازم تشتروا من برّة بيعرضوا عليكم إنكم تشتروا البطاقة بالكامل اللي هي فيها الـ Activity تابعة ترونتو بالكامل اللي هي Sea-n-Tower الأكواريوم حضية الحيوانات بتكون بمبلغ تقريباً 180 دولار على الشخص أو إنكم تشتروا بس تابعية الأكواريوم أو إنكم تشتروا تابع الـ Sea-n-Tower هني كل ياتهم مقابيل بعض بنفس المكان نحن اشترينا بس تابع الـ Sea-n-Tower هلأ النصيحة اللي بنصحكم ياها إنكم ما تاخدوا الطب هني بيجوا طب أين الـ Sea-n-Tower فيه الطب اللي هي فوق تقريباً زيادة 12 دولار وفيه إنكم المنظر العادي اللي بتعليقون على الـ Sea-n-Tower نحن أخدنا الطب بس ما فرق علينا بأي شي دفعنا 12 دولار زيادة عكل شخص بس أبداً ما فرق علينا فنصيحة لا تاخدوا واخدوا اللي هو اللي بـ 45 دولار العادي بتقدروا تشوفه منه كل شي مبنى الأكواريوم أبيلسي انتور مباشرة إذا عندكم أولاد بنصحكم تاخدوا البطاعة الـ 180 وتحضروا الاكتيفتي بالكامل وتنبستوا فيها بعد توجهنا على الـ Center Island مفروض كنا نطلع بتاكسي مائي ونروح على الجزر اللي بأبيل تورونتو ونشوف تورونتو بالليل بس للأسف كانت مسكرة بسبب الجو لأن كان فيه أمطار فبسكروا بس هني بالعادي ما بسكروا للساعة 11 بالليل بعدها خلص مشوارنا لأنه خلص اليوم لأنه تورونتو بدي أكتر من يوم وثنين وثلاثة لحتى تحضروا كل الأكتيفتي تابعة بعدها توجهنا على محل اسمه كنافة أكلنا من عنده قطيب كنافة وهيك بتكون خصة رحلتنا وإن شاء الله تكون عجبتكم